اشتركوا في القناة ما يكون في الطهار لأننا الآن عندنا إنسان مسجون مقيد بالسلاسل تطهر من النجاسة قال ما استطيع توضع قال ما استطيع استقبل القبلة ما استطيع تطهر من الشرف ها إذا ما يمكن تسقط يسقط عنه استقبال القبلة وزانة النجاسة نعم وستر العورة لكن ما يمكن يسقط عنه الإسلام صحيح نعم طهارة معنوية الطهارة المعنوية أي يتطهر من الشرك الأكبر والأسر والمعاصف والبدع كما أتقدم معنا في تحقيق التوحيد تخليص التوحيد من الشرك أكبر أسر والبدع والمعاصف والطهارة حسية محسوسة اسمع إذا قال لك طهارة حسية أو المحسوس المحسوس هو ما يدرك بالحواس ما يدرك بالحواس الخمس نعم الحسية قلنا إما طهارة حدث أي حدث أكبر أو حدث أسر حدث أكبر اقتصاد حدث أصغر وضوء سوف يأتي معنا بإذن الله تعالى موجبات الغسل وموجبات الوضوء هذا طهارة حدث أكبر وأصغر وطهارة خبث خبث ويأتينا الأشياء النجسة والنجاسات طهارة الخبث تكون من تطهر ماذا؟ البدن والبقع المكان والثور نعم على ما سأت بمعنى نلابد أن يتطهر إزالة النجاسة عن ثلاثة أشياء بدن وبقع وثور وإزالة النجاسة هنا هنا إزالة النجاسة تكون إزالة النجاسة سواء في الحدث الأكبر الأصغر أو إزالة النجاسة هنا تكون بماذا؟ بالماء وهو الأصل وبالتراب وهو الفرع بالماء وهو الأصل اقتسال أو وضوء بالتراب وهو الفرع تيمم يقوم مقام الاقتسال ومقام الوضوء